الأشياء الجميلة وسأعود إلى بناء الدنيا من الأشياء الجميلة التي أثرت فيها كثيراً وستؤثر في كل من يقف عليها والله أنا متأكد بعد هذه الخطبة كل من سيذهب ويتقصى في هذا الموضوع ستتغير حاله ستتبدل أحواله والله وأنا على منبر رسول الله صلواته ربي وتسليماته عليه ليصيرن خيراً مما هو عليه والله ليصيرن إلا أن يشاء الله ربي شيئاً في بعض الناس أشقياً اللهم لا تجعل فينا شقياً ولا محروماً اللهم أمين يا رب في بعض الناس أشقياً بعض الناس أشقياً أبداً أبداً لا يزيدهم سبب الرحمة إلا ضلالة وإلا عتوة ونفورة فنعوذ بالله من مثل حالهم ومن مثل مصائرهم لكن ستعود أكثر اجتهاداً في عمل الصالحات في ترك المنكرات في ترك كل ما يبعدك عن الله تبارك وتعالى وستستغل كل ساعة من عمرك لأنه بلو أقول كل دقيقة لكن لن تمر ساعة بغير خير أبداً أبداً ستصبح ضنيناً جداً بوقتك جداً لأنك ستوقن أنك هنا والله لفترة أقصر مما تظن لفترة قصيرة جداً جداً شديدة الوجازة لماذا؟ لكي تعمر الآخرة لكي تمهد لنفسك هناك فاستغل يا رجل استغل يا أخي أحبيبي استغل يا أختي استغل هذا الوقت استغل هذه الفرصة لا تضيعها والله لم نأتي هنا لنقيم كل يوم نشيع الجنائل أليس كذلك؟ كل يوم نودع الأحباب وأصبحنا عبداً كيف نشوك في هذا الأمر؟ كيف لا نتغير؟ شيء غريب يا أخواني شيء غريب على كل حال أذهب ثم أضل عن نقاطي أعود هذه المرأة؟ قالت لهم أبشروا وأمروا الأمر أيسر بعون الله مما تظنون ولن يدخل الجنة ثلاثة قالت لهم الذي فهمته في ذلك العالم لن يدخل الجنة ثلاثة مشرك ومدمن خمر وقاطع رحم مشرك الحمد لله أمة محمد لا نخاف عليها الشركة بعد رسول الله الآن صار فيها ملاحدة مش مشركين حتى ملاحدة اللهم لا تكثرهم اللهم عد بهم يا ربي إلى سبيلك هم إخواننا وأبناؤنا وقراباتنا ومن هذه الأمة اللهم لا تخذلهم ولا ترفع يدك عنهم وعبهم من أقصر طريق يا رب إليك وإن شاء الله تسام هذه الخطبة في إنعاش عقولهم وإنعاش منطقهم الاستدلالي مع الصدق همشئ الصدق قطيعة الرحم والخمر قطيعة الرحم موجودة بين المسلمين إن شاء الله لا تكون كثيرة لا لدي رسالة إحظائية لكن تحس أنها موجودة شرب الخمر أصبح في الفترات الأخيرة ازداد للأسف الشديد قبل خمسين ستين سنة لا تكاد تسمع به أنا كنت تعيش في موسكر فيه يعني عشرات الألوف رجل واحد كان يبيع الخمر والله كنا ننظر إليك أنه إبليس شيطان لا نستحب حتى أن ننظر في وجهه ولا يرتاد ذلك المكان إلا أي ألآحاد من الناس أنفار قليلون منزرون محقورون كما هو محقور قيل له من عشرات الألوف بفضل الله تبارك وتعالى اليوم استفحل هذا الأمر اللهم أخذ بأيدي هذه الأمة أيضا إليك أخذ حميدا كريما يا رب العالمين المهم رجل آخر أيضا من قصص ابن أبي الدنيا في الذين عاشوا بعد الموت قصته جميلة عاد مثل هؤلاء الستين مليون عاد وأخبر عما اتفق له قال لا إله إلا الله ما رأيت دن بنا أزلفته أو أذنبته فاستغفرت منه إلا غفر الله محي فاستغفروه شعر بذني والله لذلك هذه الأمة لا تهلك بعون الله تعالى مع الاستغفار وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله وهم يستغفرون لا إله إلا الله القرآن ولذلك إبليس لعنة الله تعالى عليه متابعة عليهم الدين لما توعدوا تهدد أنه سيضل هذه الأمم ويضل بني آدم الله قال له وأنا وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني مش أشركوا كفروا ألحدوا تابوا استغفروا أغفر لهم أغفر لهم ودخلهم الجنة فالعبد لا يهلك مع الاستغفار استغفروا إذا أسأت فأحسن النبي يقول في حديث معكم إذا أسأت فأحسن أتبع السيئة الحسنة مفعول به أول مفعول به ثاني أتبع السيئة مفعول به أول الحسنة مفعول به ثاني تمحوها الجواب تمحوها لا إله إل الله بسهولة هذا من كرم الله أيضا في تجارب والذين عادوا من الموت شيء عجيب جداً يا إخواني أن الحسنة تضعف أضعفاً كثيراً وإن شاء الله لا أنسوا ببعض الوقاع الجميل جداً 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 الحسنة الواحدة مهما كانت صغيرة قد تجدها إن شاء الله في العالم الآخر جبالاً من الأجور هل تقول حسنة واحدة؟ مثل هذه هذه سهلة جبالاً لذلك لا تحقيرن شيئاً من المعروف وإن صغر وضأل ممكن تكون نجاة كفية ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كلمة طيبة كلمة طيبة وجه طلق بشوش صبوح حسن المهم قال ما من ذنب أذنبته فاستغفرت إلا غفره الله وما من ذنب أذنبته فلما استغفر إلا وجدته كما هو لماذا استغفرت يعني أذنبت كمان ومقصرت استغفر أو مستكبر أو غالب عليك الغفلة النوم الروحاني لماذا؟ لأسف قال وجدتها ذنب لم أستغفر منها ذنب لم أستغفر منها وما من حسنة عملتها إلا وجدتها حتى حبة رمان التقطهم من الأرض وجدتها نعمة علموا أنفسكم أن تحافظوا على النعم إياكم وهدر الأرزاق وكب الخبز واللحم والسمك وإياكم إياكم دائماً حضروا ما يكفيكم وعيالكم بعد قيمة الطعام نأكل منهم في اليوم الثاني لماذا؟ لماذا؟ حتى لو كنا ملوكاً هذه نعم بعض الناس لم يجد حتى الماء النظيف القراح يشرب وأنت تكب على الزبائل هذا حبة رمان التقطها فوجدها قال وحتى أني صليت ذات ليلة قام إما الليل يقوم الليل يصلي فسمع جار لي صوتي فقام يصلي فوجدته في صحفة أعمالي آه الله اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ما خريق للشر حدولي نيالك يا عدنان ونيالي زيك آه الله نيالي إن صدقت النية أسأل الله لي صدق النية وحسن القصد ولكم أجمعين والمؤمنين والمؤمنات اللهم آمين آه نيالي بصدق النية مش نيالي بوقفة المنبر آه وفصحة اللسان وكثرة الكلام بصدق النية وأيضا هنيئا لأي واحد ولكل واحد منكم ومنكم مش ضرورة تكون خطيبا ولا واعظا ولا عالما ولا معلما تكون كما أنت إنسانا عاديا في مهنتك أنت طبيب أنت مهندس أنت معلم أنت أي شيء أنت بياء ولكن مر بالمعروف وأنا عن المنكر خليك محضر الخير قلت أخوانا المصديين ورب المعروف وأنهى عن المنكر وما تتحدث إلا بالخير وما تقول إلا الخير وإذا هممت بالنطق بالقبيح فاجعل مكانه التسبيح كما قال أحد الصالحين قل لا 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 سأقطع هذا اللسان الذي يعصي الله أبداً أنطق بالتسبيح أنطق بالخير ستجده أمامك إن شاء الله وستجد جبال حسنات من أعمال طيبة بسبب كلمة قلتها موقف تصرفت فيه بما يرضي الله على نحو معجب تأثر به غيرك من الناس تقلدوا قلدوك اعتسوا بك في حسناتك من سنى في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا نقص لازم متعدي نقص الشيء أي نقص في ذاته ونقص الشيء متعدي نقص الرجل الشيء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لا إله إلا الله هذا معنى كلم تعمله بطريق المباشرة عمله غيرك بطريق الاقتداء فلك مثل أجورهم من غير أن ينقص من وجورهم شيئا قال ووجدت درهما هذا كل خبرة في العالم برزخي كل شافوا ووجدت درهما أعطيته يتيما بين قوم لم أعطه إياه إلا لأجلهم شفون يعني قال فوجدته لا لي ولا علي والحمد لله أنه ما فيها إثم لحكاية أنه هذا الرياء أعطيت درهما هذا ليسي عشان الناس يشوفوا يعني إذا لمصادق محاكي عن نفسي قال هذا اللي حصل لم أعطيه اليتيما لوجه الله من أجل أن يراني إيش أهلو أو القوم قال فوجدت هناك لا لي ولا علي اللهم جعل أعمالنا لنا ولا تجعلها علينا بكرمك وفضلك يا رب وتقبل عننا لفتكم أحبابي إخوتي وأخواتي أكثر من مرة إلى أن من كرم الله خاصة في خطبة شوية فصلنا فيها بعض تفصيل عن إمامنا حجة الإسلام أبي حامد الغزالي أعلى الله مقامه في دار التهاني حين نتحدث عن موضوع شوب الأعمال الأعمال التي لا تكون خالصا تماما بفضل الله عنده الرجل تفصيل بالغ بالغ الحسن والجمال والدقة فعودوا إليه في موضوعه موجود في الإحياء لكن بفضل الله هذا التفصيل يجد روحه في آية الأحقاف أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أعتقد هي الآية الوحيدة التي يذكر الله فيها القبول معدًا بماذا؟ بعن والأصل أتقبل منك ولا عنك؟ منك الله هنا قال إيش إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا صحيح؟ هنا قال لا نتقبل عنهم لماذا؟ في لغة العرب هذه حروف المعاني حروف المعاني عن وفي وإلى هذه حروف معاني كلها مش حروف مباني الألف البات تاث هذه حروف مباني حروف المعاني المعاني هذا الحرف وهو من حروف المعاني عن الأصل فيه معناه ما هو؟ التجاوز التجاوز تقول لك إيه؟ تجاوز عنه يعني سامحه اغفر له لا تؤخذه تجاوز عنه فعن في الأصل الموضوع لماذا؟ للتجاوز فكأن القرآن يقول شو بحرف واحد الله سر بلينا هذا المعنى الأفضالي الألطاف الجميل بحرف العين العه يعني العين بدل الميم من عن نص يعني شي عجيب قال نتقبل حسناتهم متجاوزين عما فيها مما يجعلها مشوبة غير خالصة إذا غلب الإخلاص فيها طبعا أكيد أي عمل يغلب فيه الرياء الإخلاص ليس مقبول لكن عمل عملته لله وشابه شيء من الرياء شيء من حظ نفس الله يتجاوز لك عنه ولا يقتله مع أن حقه الإبطال من عمل عملا أشرك فيه يعني معي غيري تركته وشركه لا يقبلوش هذه القاعدة الله قال لا قال الموضوع شوي فيه مسامحة أولئك الذين نتقبل عنهم اللهم اشعلنا منهم نحن ضعفاء مساكين شحاذون بباب الله سألون نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدوا في الأحقاف عنهم فربنا تقبل عننا يعني تقبل وتجاوز يا ربي تقبل وتجاوز وهذه صفة الكرام من عباد الله إيش إخوة يوسف قالوا ليوسف عليه الصلاة وأفضل السلام وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ البضاعة ليست جيدة ليست أينس آكا منقوبة ألمانية لا 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 هي أنس ثلاثة يمكن حتى ذي كلاسة سي وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَى وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إن الله يجزي المتصدّق فكيف ربي سبحانه؟